لا أن تبتل ولا أن تلغى في صغر ولا في كبار لا أن تبتل ولا أن تلغى في صغر ولا في كبار إلا أن نوع المخاطبة والمطالبة قد تختلف محطة التربية المحطة الأولى من حين تفكير الإنسان في الزواج وحاجاته إليه واختياره لذلك المنبت الصالح ونياته فيه المحطة الثانية المحطة الثانية من حين الشعور بالحمله ومراحل الحمله التي من حين الشعور بالحمله ومراحل الحمله التي تثبت اليوم دراسة أهل الظاهر وآهل الحسي تأثر من في البطن والجنين بما يقال وما يدور حوله وهو في بطن أمه فكلمات الأوم التي تنتق بها والكلمات التي تسمعها الأوم مؤثرة على الجنين في بداية تكوينه خيرا أو شرا وهذا من سر حكمة الله تعالى في الخلق والإيجاد في ربط الأشياء بما جاورها وتأثرها بما حواليها والذي قام من معناه الأثار القوي في مسألة الصحبة والمجالسة المحطة الثالثة من بداية الاستلام الفعل للأمانة من حين خروج الجنين من بطن أمه فما قبله مقدمات وواجبات والآن سلمك المكوين الخالق أمانة تنشئة والتربية بإخراجه لك من البطن وهو بهيئته وخلقته التي خلقه عليها مهيئا مهيئا لأن ينوى وأن يكبر ظاهرا وباتنا واجبتنا في هذه المرحلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبعد هذا اللي وراء أجمعين أجمعين وقفنا وإياكم عند المعلم الثالث من معالم التربية المعلم الثالث هو الصحبه و هذا معلم مهم وصحبه من أعظم المؤثرات على الإنسان و بعضهم يتأثر من أصحابه الذين عنده في المدرسة و بعضهم يتأثر من أصحابه و بعضهم يتأثر من أصحابه لذلك لا يجب أن نتباه على المسألة الصحبة لا يجب أن نتباه على المسؤولية من البداية و هذا قد تكلمنا عنه فيما سبق لو تذكرون تبدأ من الزواج يجب أن يفقى الوالدان أن كل ما يترى على الأبناء من أول ما يستلمون الأمانة يجب أن ينتبه منه و كل ذلك مقدمات و هذه المسؤولية تستمر إلى الموت عندما يجب أن يستلمون الأمان فيما أن يتمنى الأمان ولم تتضرب لبعدالي ولم تتضرب لهم ولم تتضرب لبعدالي ولم تتضرب لغاية limitedSON لكنها تختلف نوع المخاطب من مرحلة إلى مرحلة ولكن المسؤولية نفسها ذاتها ما تزول محطة الأولى الثانية الثالثة يبدأون من هنا من هنا من هنا فقال المحطة الأولى من بداية ما يفكر الإنسان في الزواج أشنية الزواج و هذا قتكلمنا عنه فيما مضى بإسحاب يختار المرأة الصالحة المرأة تختار الرجل الصالح هذا النية من البداية لها أثر إذا الرجل لم يختار المرأة الصالحة بدأت هنا تختلل العسرة بلا سوران للاقي نكا تقميلي ببيني كرن كسالحان نكا بقال روسط أو بدأت المرأة تختار الرجل غير الصالح اختلل العسرة اتو بلا سوران للاقي ميلي كيء لكي بقال كسالحان نكا بقال dirامarkan بقال أنكر لأنه من لم يكن صالح في نفسه كيف يصلها غيره لأنه 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 لا يمكن أن تقمي بقال تختار الرجل لأنه المحطة الثالية من حين الشعور بالحمل و هذا كما ذكرنا أنه يتأثر الجنين بكل ما يدور حواله لأنه لأنه الكهور كان يدور على سوران بجل المخاطر لأنه لأنه لم ي Burke معها لأنه كل ذلك مؤثر لأنه كما ذلك oleh beliau pada pelajaran sebelumnya kemudian gelombang tahapan yang ketiga kemudian pendidikan nikah pada tahap ketiga dimulai dari keluarnya janin sebelum keluar anak-anak nikah dari Rinsipo nikah hanya mengkoddimah mulai kita mempunyai tanggungjawab ya jenina Allah semakin anak nikah berkembang semakin raja maka tanggungjawab yang sepul semakin raja kenapa kewajiban kita di dalam tahap ini kenapa kewajiban yang sepul ke anak sepul keluar nikah kita ngiring tun anak kunci 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 nabi muhammad sallallahu 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 an yubadir bil adhani fi udhni yumna wa yugim salah fi udhni yusra kenapa yang kita entah bahwa kita harus adhan ekopeng sekanan bagi anak-anak gini hatta tata asar ruhuh bidhikr allahi subhanahu wa ta'ala kenapa kuna niyadani maklai ruhani nani kak akhuli ayah capok zikir enggak ke Allah wa zikrin nabi muhammad sallallahu 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 ban ruhani nak kuli capok nyebut asmana kan jing nabi ke annana antama nu adhan fi nureed an yansyah at tifil minal bidhaya muham harran min an yaksir hu shay fil wujud fayyara anna shay an akbar nallah mashi dari adhan kato niyatan nak iyadani apa maklai anak kato yakin bahwa sobung si raja sobung si akhum selain Allah Allahu akbar kemudian sonat akhi tahnik atulam berpajik sonat akhtiyar al-ism al-tayyib sonat nyariyaki anak kalau bernyama sefokus tekalamna an dhalik klo dengan marih bahas poin kemudian kita sebagai seorang ayah kotu nyariyaki orang yang bisa nyusoy anak bern orang orang yang sefokus paling fokus orang senyusoy anak kikento orang bini nah bany sekarang ibu ibu kikento dapati senyusoy nanan jib laman mordi athaniya anab anab man nyariyaki tukang sosolayan wuh enti esbate amaline man alakwa napa urdui enti mbiyan sekot tunyusoy kejuali karena mbiyan di halangan di sebab mwujud udhur labas antar udhur akhra waktul udhur tak anab udhur apah sosok kering lain berni antar daki mbiyan senyusoy poli kapotra nisa mab tibagat tirda imna jiblo al 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 sebegian ring gini tanda nyusoy tibik malai susok kaleng susok kaleng yudhul yudhul ila batnil janin huruj leban ba'dal hamil mubashara ten hadaman afdal wa asah ma yudhul ila batnil janin fiso ha azimah paling sehat tak semasuk ka patuh erna beji susu salah sederian ring bini ala hiraki anak nah kathir minal nisa yihurum man awlad hun minhada penyak ring binik tak abri asih yang sehat kepada anak nya pertama kali keluar air susu dari ring binik ni kai dalam berdezat yang dibutuhkan oleh bayi yang menambah kekuatan dan menambah perlindungan tubuh menambah yang menambah 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 yang menambah yang syarab halib anak 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 ini lebih vitamin daripada anak susu 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 botol maka wajib bagi baik lebih baik sesuai sesuai diri agak tidak saya sebut Allah dalam Al-Quran bagi yang ingin menyempurnakan susuan orang binik orang yang sebut sesuai selama dua tahun sempernah semua yang dibutuhkan oleh anak ini berdoa susu dari sepul binik nah subhanallah ya kharuj halib fie wakti sytak dafi' mahasut ya Allah walaupun di musim dingin ayin sosu seienum anak masih sekir ki angak wakti har barit dan dalam waktu panas ayin sosu yang dibutuhkan anak menjadi dingin di Indonesia kulluh barit karena masih barit di kulluh harit Indonesia ayin susu subhanallah Allah ini terdiki ayin sosu anak sesuai kondisi anak Allah ta'ala ini ayin susu sepenuh gizi dari sepul ini makin dari susu kalengan yang jura kiren binik senyus anak maus bismillah air susu ibu nikah menurut para ulama atau air susu yang diminum bayi itu mempengaruhi ahlak atau karakter seseorang air susu nikah oleh nader barang haram maka bisa merusak terhadap karakternya anak malah barang dia dik فإن كنت سألها مانو سأذكر الله والناس مساكين الآن يقول لهم إعلانات في التلفزيون عن أنه هذا الحليب يفيد الطفل وهذا الحليب يسمعون كلامهم يروحون يشترون هذا الحليب ما هم دارين أنه هذا ما في فائدة ينفق الولاد شفوه ما شاء الله جسمه يكبر لكنه جسم أي مرض يجيه حط مباشرة ما عنده مناعة من كالورين بنية كنين جو جدي فيه ونجا أندي فيه من إنهم سسوني كه فقال صيحة علان فقال لمبو مغلق فيه ومغلق فيه الآن الذين تصنعوا هذا الحليب ما ن Eachطلط فيه كون ذلك ثم أكرر التالي كنت نضيف الأمام إنهم أخذ هم أخذ احب قليقه احب قليقه لماذا بظل انت بين اخبارها لماذا اعرف المنين ماذا استعداد انت تبعوين لماذا كان يوجد غالب في البشر بالنسبة شخص حسناً لنضع السلام عليكم سُبُمْ سُسُوً لكم من قلنان بطولان احسناً لنضعنا سأل المبارسين أترجم لنا عندي هل كان أول شيء حليب يأخذنا لأطفال معلّب؟ فأسوناً لنضعنا سُبُمْ سُسُوً لكم من قلنان لماذا؟ لنضع سُسُوً لكم من قلنان سُبُمْ أعداء الإسلام يأخذكم بدا أعجبونكم أول حليب مصنع من شان يمنعون رضاعة الوم وحصلوا كثير نساء يتبعهم لأولا ديكتون لها الرضاعة هذا لا يتعبك وحصلوا كثيرا في الوصول أن الوصول أولا في الواقع لا يتعبك لا يدى أن يدى نوتها لتجد لا تغير لا يدى نوتها لا يدى نوتها أحب أن يدى نوتها لا يدفع وأمن يدفع قد باتلاك لا ترحيapat الوقت سأخبرك أن نوتها لن يدفع لأن هناك اكتشاف وهو أن النساء التي يردعنا أولادهم أقل عرضة لمرض سرطان الثدي والعياد بالله وهو أكثر من يصابن بسرطان الثدي من يتركنا رضاء أطفالهم يستطيع أن نشاع خراب أطفال أطفالهم لماذا فعلهم؟ اللحشان الكباجة أمامه يتجعل فى الناس الضرب للترابة لاً يتجعل فى الناس الناس ي 검طيس الله فان لا يتغلق لما قم يبقى في الناس وهي الأولى لاً بعدين بدأوا يجبون للأطفال كورتون في التلفزيونات على الهم اللي يريدونه هنا أيادي أعداء الإسلام وصلت لبيوتنا وزدادت علينا المسؤولية للحفاق ثم يأتي أيضا المحافظة عليهم من ذو الصغر بعد أن يبلغوا سنطميز فيما يمبرون ماذا يسمعون أما يدي فعلها وأما تنزف منه وأن الأسماع والبصر والفعاد كل إلهي كان عنه مسؤولا لأن الأسمع والبصر والفعاد كون الله تعليم يجب الله تعالى يسمع كل ما يرى أو يسمع يلسك في القدر لابد ان تنباح و هذه المرحلة يكون فيها الناشئ بيننا غالب علي محبة اللعب في وقته لابد ان تنباح في حيات الأطفال قال الإمام الرملي في منظومته رياض السبيان إذ غلبه كشمعة المقصورة و جوهر يقبل كل سورة عندكم هذا خطأ مكتوب إذا غلبه إذ غلبه كشمعة المقصورة و جوهر يقبل كل سورة كان يتبعون الأطفال في منظومات المقصورة يقبل كل سورة و جوهر يقبل كل سورة و جوهر يقبل كل سورة يقبل كل سورة و جوهر يقبل كل سورة و جلد أممه فهي قلد الكبار امامه فهي اكواله في حركاتهم فكل شيء يعملون ويعمل كماهم سيكون لديه الكلام فهي اترون ان اصلاك اما ان يفرص انا متى عندما تفكر في لعب الأطفال تجد أكثره تقليد الكبار في البناء، عندما تجيب لها لعبة تجيب لها مطبخ مثل أمها تقلد أمها عندما تجيب لها لعبة عندما تجيب لها لعبة عندما تجيب لها لعبة عندما تجيب سعر ف بعد الأحيان يشوفون القبار يتصرون و السغار مثلهم يتصرون أما أنت أمور من الباب يبنه لتنكار فعة أمور منتنا لتنكار هم مفتورين في الصغار على التقليد فانتبه لهم لا يرون من كل كل جميل و لا يسمعون منك إلا كل جميل والمرئيات في حيات الأطفال pendengaran dan penglihatan di usia kecil semua yang kita lihat dari anak-anak kita di masa ini yang dilihat oleh mereka جو dari نفس فَيَأْتُونَهُمْ بِبَرَامُجْ أَوْ قِصَصْ فِيهَا أَنْوَعْ مِنَ الْأَلْغَمَ مُلَقْغَمَا فِيهَا شَيُّ خَبُّونَ وَدَخِلْ مَيْتَبَحْلُونَ أَوْلِيَاءَ الْأُمُورُ وَالْأَبْ وَالْأَبْ وَالْأُمْ بعدين الأطفال يتعلمون من ضمن هذه القصص banyak cerita-cerita yang ditampilkan dimanapun kepada anak kita cerita-cerita film-film ini banyak menyimpan misteri saya tak terpecahkan ini mempengaruhi pemikiran anak-anak kita ini mempengaruhi terhadap cara mereka memandang sesuatu anak-anak ini ini terpengaruh pikirannya setelah melihat televisi berubah ahlaknya يبدأ يفكر تفكر ثاني berfikir bukan seperti pemikirannya anak-anak pembicaraannya tidak seperti pembicaraan anak-anak karena mereka melihat terhadap tontonan anak-anak ini di usia yang kecil itu membutuhkan cerita-cerita وَفِرُوا الْقِصَصَ طَيِّبَةَ maka tugas sepanjangan berkulah cerita-cerita sefokus cerita-cerita 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 يَعْمَلْ هُنَاكَ أَفْلَامِ كَرْتُونَ لَعَنُ الصَّحَابَ أو عن التابعين أو عن الأنبياء جميل مثل هذا لا تترك إبنك للا إعلام خذوا مع إعلامك أنت maka 命 جدلاء نق masterpiece sebagai promoter yang baik�니다 yalak jadikanlah peng습니다 oleh طكم نقASE باحترائ探 eze السعر persecuted وانت uh لن يكون لدينا نظام أيضاً لن يكون لدينا نظام قد اعطاء الله كان في قصصهم عبرت لأولي الألباب يقول الله تعالى الله يقول الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى كيف يمكننا أن نقيم الواجب الذي علينا واجب أن نقيم الواجب الذي علينا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَتَكَرْ مَظَاهِرَهَا فِي الْأَمْوَالِ وَتَكَرْ مَظَاهِرَهَا فِي الْحَيَةِ وَتَكَنْ تَكِرَهَ بَنْتَكَرْهِخَ وَتَكَرْمَا حِظًا فِي الْحَيَةِ وَرَيَةِذِ الْمِцииِ وَتَكَرْءًا مَظَاهِرُKKَ وَتَكَرْهُوبًا في السبع السنين الثانية يغلب عليه الله في السبع السنين الثالثة تغلب الزينة ثم يبدأ عنده التفاخر تكاثر في الأموال كلها جماعة الله لا يعلم أن الحياة الدنيا لعب و لا هو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الأموال يوجد عبد المعبو and في الأموال ولكن في الأموال السبع السنين الثالثة تبرنا و في الأموال السبع السبع السامة يحب العب الظفين هذا اللعب لفايدة في صحته و هذا اللعب إعداد مهمته إذا كبر ونفكر كيف نلاعبهم و بماذا نلاعبهم و اختيار الألعاب المنسبة لهم في أشكالها يقول لها مغزة أشي المراد منهم و هكذا بس الألعاب خود الألعاب لا بماذا نتعلم بدميسي في داخل الألعاب إذا من خير الألعاب لا يباشرها الألعاب نفسه مع أولاده يلعبهم مع أولاده يقول لها مغزة الألعاب من أجل أن يغلق باب الشرق من هذا لها مغزة الألعاب لها مغزة الألعاب لها مغزة الألعاب لها مغزة الألعاب 근�uzzy صحيح من أسل Deep بدرة الألعاب وغزة الألعاب ��م لها مغزة الألعاب فرض contextual أن يغلق بأن يعطي يغلق بأن يعطي prick practise Milli الدول هناك بعض الألعاب المتعلقة بإجساد إنك الجري وغيرها كان النبي يلعب معهم فيها ويجعلهم يصعدون على جسده صلى الله عليه وسلم في عدد سيدنا الحسن والحسين ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسك بيض الطفل ويضعه في ظهره ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ويوصل إلى عنقه ويوزل مرة ثانية هذا عمل ولا مهو عمل ومن من هذا العمل دريك أما كنته دريك أما كنته هل يكون عبث هكذا النبي ما عنده وقت يبغي لعب عن أطفان لأ لا هذا يغرس فيهم شيء ولأ يؤكد لنا سر الامان ويقول لنا كلكم مسؤول وكلكم رعان وكلكم مسؤول عن رعياته ويقول لنا كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعياته ومن فكركم ما لا يعرضهم إلى أن تأخذهم أيدي أخرى وفكار أخرى وحتى في لعب أولادك لذا لا يجب أن تفقه المسألة وأن تأخذ لنا يجب أن تفقه المسألة وأن تأخذ يأتي منها الخير والشر دي دالما نيكا بردسي positif وبردسي negatif وادة إلى كثير من الشرور دي دالما نيكا بردسي اخرى ومعا وجود كل هذه السلبية يمكن للفطين الذين يستعملها في الخير وأن يحاولها من الشر الله خير ويجنب الأضرار لكن هذا لمن هو فطين أنما العاما أكثرهم يضررون بها وكيف يلعب؟ وكيف يلعب؟ برما ما ينبع؟ وكيف يلعب؟ وكأن الواقع نفسه الموجود هو ربي لذلك ذكرنا مثال من هذه التربية وكيف يلعب؟ وكيف يلعب؟ ثم يلعب إلى مكة وكيف يلعب؟ وكيف يلعب؟ وكان عليه الفتوى في مكة مع كل هذا كان يخرج مع الأولاد في سنة طفولة وإذا كان مفتي علماء رجاء يخرج معهم في بعض الأوقات إلى حوش البت في العاب هناك حطها لهم يخرج معهم إليها مفتيraszamية في مكة و이면 اتحركوا إلى الانة من أجل أن لا يختلطوا بالنسبة هذا غريب و هذا كان في زمن حد أياد الكفار اليهود والنصارى ما وصلت إلى المسلمين مثل ما وصلت إلىهم و كان خائف على أولاده و اليوم وصلت إلى أياديهم وتعالى شف الاسماء الغريب واللعب الغريب سمان كيري سمان كيري سمان كيري سمان كيري حتى بجنب الحرم تخرج شوف الألعاب في الدكاكين والأسيا غريبة في ذاك الوقت لا يوجد شيء و كان خائفين على أولاده و اليوم موجودة هذه الأشياء وقل الخوف ما كان هذه الأشياء شخصة دقائيا وليس كيري سمان الكفارني أن يسمح لأولاده جرل الحرم لنعرف عظمات التربية المرحلة الثانية وهي مرحلة الله تأتي المرحلة بعد سبع السنين الأولى المرحلة تحدث بعد سبع السنين الأولى عندنا في الشريعة الأسلامية ثارتيع بلما أباحته لنا من الله والمباح الذي ما فيه ذنب والمعصية في المسيقف يجلس لك من المسيقف ومن المسيقف ولكن يستطيع أن يسد هذا اللهم المباح محل اللهم المحرم مانا المسيقف مانا المسيقف يستطيع أن تكون لا يؤديهم من الحرام لا يؤديهم من الحرام الوالد الآن يحتاج لله انك تكون لهم إذا وجد فراقم سيادها لله والمحرم انك تكون مالا لكن أنك تكون هذا كله ونبقى أن تجعل لهم لهم مباح مانا مانا يستطيع أن تكون مالا يستطيع أن تكون لهم يستطيع أن تكون لهم إذا كان لديكم الحديث في البخاري عن أم المؤمنين عائشة في الحديث من بخاري سيتي عائشة يجلس أن هناك إمرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار زفتي لزوجته في اليوم أكثر معقب الإمطار فهم يتحدثون أكثر معقب الإمطار يتحدثون، سيتي عائشة قال سيتي عائشة الوارض سيتي سيتي عائشة لا بأس بالله لكن غير المحرم اللهم الذي فيه أمور مباحة و هذا دور الأب نيكاً داله تغييره لكنه لا يخالف الشريعة كانجيننا به كانجيننا على البعض لأن البي صلى الله عليه وسلم من المترجمات Manعلي هناك و هذه العزارة الزواجات يوجد تدريبون في السلام لديها الإنتراض ستتعلق بادي من الاجت Istلسان وبعبها دخل عليها اللهو المحرم النفس تميل إلى الطراب عندنا طراب محرم وطراب حلال وبعض دخل ما يوجد فرق بينهم إلا آلا أو آلتين أو خلال ً معين أو أوجد لئبنك أو بنتك في البت Umm ثم تأتي مرحلة الزينة ثم تأتي مرحلة الزينة ثم تأتي مرحلة الزينة ثم يبدأ مع الخطاف ثم تأتي مرحلة الزينة ثم تأتي مرحلة向 خطائج ذكين الصغير بعد رياض محور رياض شعار رياض يروح يرجع ثلاث مرات مهتم بنفسه setelah umur 14 tahun ke atas مولاي إبراحتي اكي انكو أبو رياض فكس نجا تنغلان في فكس نجا أكا أكا هنا يحتاج أن تربطو بماعاني الزينة بالصلاة manかな para الله bagi seorang ayah menjelaskan bahwa perhiasan nikah bukan hanya di ظاهر saja يا بني آدم أخذوا زينتكم عند كل مسجد و تغرس في قلب أنه في الصلاة في المسجد محل نظار الله ونبا ينظرون إليك الناس لكن في الصلاة سيانظر إليك الله وإن الله جميلون يحب الجمال الولاد يبقى زين تمام زين لكنه الصلاة مانかな sebagai رياض شبط nikah مولوكي bahwa anak nikah oleh Atenten wajib Atenten bila katepaan أبو جنة karnamun أبو جنة nikah ngatepuk ke pengiran Allah nikah maha indah بليبور ككيلا لا تمنعو من الزينة لا تمنعو من الزينة لا تمنعو من الزينة لا تمنعو من الزينة لن تبقى زينة هنا في الصلاة أفضل فأنت هنا تبين له المقصود من الزينة لأن الشريعة تحث على الزينة مثل خصال الفطر الخمس مثل خصال الظافر مثل خصال الزفر مثل خصال الزفر وذكر له عداب اللباس ومراك على نقال لامفه مثل ما يبقى الأمر مفتوحة كيف يلبس مثل فلان ومثل فلتال لا نيات لا تمنعو من الزينة وغارس في قلبه أن التزيون يكون لله وعندنا الحديث الذي يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسيك ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتنو من الجيفة الميتة تابعون أن نبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منيك رأوم لأن الله مكا ياري قيامات فكال لبير رأوم من المسيك لكن يأخذ منيك رأوم لأنه ترى فرن سيما أسياد مكا لبير جوبة من المسيك أنت تسيين وتعطر الشريعة أمرت بالتجمع والنبي كان يتطيب حتى قال الفقه أن الإنسان لو أنفق ثلو زماله فطيب لا يكون مسرس ومن تطيب أن يأخذ من المسيك سيطر 3 هارتاني يأخذ من المسيك يأخذ من المسيك ولبس أجمل الثياب لكن من أجل الله لكن من أجل الله ما هو من أجل يمدحونك الناس بني مألي إيالم أورن الناس ما يردون عنك حتى لو عملت إش مبير نكا manusia tidak akan pernah puas kepada kita apapun yang akan kita kerjakan والثياب لا تغير الإنسان والثياب لا تغير الإنسان والثياب لا تغير الإنسان كما سيطر حمار ممكن kita أخذ من المسيك بدي حمار و هذا الحمار البسنا ذهب يرجع الحريق يرجع الحريق يجريب الطائف كيف فكار الاب script حياته كيف فكار الوابasha حمار يبهر كيف فكار الوابع كيف فكار الوابس ولو جميع الوابع كيف فكار الوابع السياب لا تغير الحقيقة لأنها لا تغير حقيقة الجمال الجمال الرحي ولي هذا النبي علمنا كيف نتطيب ومن أجل الله نتطيب وأن يكون المقصود تعظيم شعار الله وأن نتجنب الروائح الكريه كاربنا نتجنب الأرض وقالنا لكم أن الحقيقة وما أعطيك ثلث ماله لا يُعضخ سفيحا ولا فسقا ولا يُحجر عليه لأن هذا هو إصلاح لأمر مطلوب في الشرعة إ baby الانات الانات عند أنها لا ت pouquinho مع الزمث ن بسم الله المجامري ن أعلمهم أيضا أن القدوة في العزين هو رسول الله صلى الله عليه وعلى الله صلى الله عليه وسلم وما عندنا القدوة غيره فلابد أن نجعل الزينة تجلبهم إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى تعظيم الحجير إذن من خلال ما عرفت أن الحق سبحانه وتعالى يطور عندهم التوجهات وتشوفات نفسية والأولاد والبنات كلما كبروا كلما تطور عندهم التشوفات وتطلعات إلى أشياء أخرى فدورك أنت كيف تجعل هذه تشوفات وتطلعات بما يرضي الله ورسوله وليبتعاد عن الإفراض التفريد كل مجال في إفراض التفريد وليبتعاد عن هذا وعن هذا خطال احتياط وليبتعاد أن خطط الأعداء لا تؤثر فينا إلا إذا نحن أخذناها وقبلناها وليبتعاد عن الإفراض التفريد وليبتعاد عن الإفراض التفريد تعتقد أن بخطة لا تؤثر فينا إذا لم نأخذها ولم نقبلها لا تؤثر فينا أجباد عن الإفراض التفريد لا تعتقد أن تشوفاتنا إذا نجد أن كلما تطور الكفار يوم ما نجح فيه إلا إذا داما بطاق بالعمل فيه أو إذا سعادهم على ذلك أهل الإسلام نفسهم ومن دون هؤلاء العناصر فينا ما يمكن أن يصلوا إلينا لكن وجدوا في أهل الإسلام من يبيع دينه وقيمه لذلك استعملهم في تنفيذ خططهم ومن دون هؤلاء العناصر في أهل الإسلام ومن دون هؤلاء العناصر في أهل الإسلام ومن دون هؤلاء العناصر في أهل الإسلام لكن الآن تغير سلوب التخاطب معه ومن دون هؤلاء العناصر في أهل الإسلام لا يمكن أن تخاطب ابنك قد كبر بمثل خطابه صغير لأن الوالد في هذه المرحلة يبدأ عنده الشعور بالإستقلالية بالتفكير والشعور بالإستقلالية بالنفس والعقل لأنه عندما كانت الأهل الملحلة في أهل الإسلام ومن دون هؤلاء العناصر في أهل الإسلام لأنه الأهل الإسلام لأنه يمكن أن تخاطب أهل الإسلام لذلك الآن يمكن أن تخطب أهل الإسلام سأحدث أحد يمكن أن تخطب أهل الإسلام فإن سأبح ينذلك أشكيته تقول مع الرواقاء يقولوا해야 أهلウ raising لا يمكن أن تخطبlıه والاناك كان يقول قرية تتكير لك ولكن الان لا مما يجب أن تتكير سيكيبا لذلك يحتاج إلى تفكر المنك أكثر وليس يمكن أن تحكيره يمكن أن تستعين بغيرك من العقلاء يقومون معك في ذلك يمكن أن تطلق لأسفة الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يقول أكبر ما يجري الإبن على الخروج عن الأدب مع والديه يقول بكأن أشياء سبحانه وتعالى أن ورسلوا على أحد الخروج ignorant المعرفة والأسفة لكن هؤلاء الجلسة والأصحاب لا يصل إلى قلبه وتعالى إلا إذا كان هناك تكسير من الأب والأم من أن يمكن أن تقلصوا على قرارة حيوة لا يبنى لا يتفقد أنه سيحصل على المدرسة يتعلم هناك لا يختفين سيطان يمتع في أشخاص يقول على لسان الحق يبيننا قول إبليس قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني أماكن الخير صراط المستقيم أنا أقعدهم فيه ليس لذلك تخرجهم منه اما الذين قد يذهبون إلى أماكن الشر هذا الذي يعجب عليهم الشيطان خلا صارف القبضة مشابه وإن تحديد أن يتحديد أماكن الشيطان تحديد أماكن الشيطان فنحن سيطان لكنه يذهب إلى أصحاب الخير فيرسل عناصره إلى أماكن الخير من أجل يبعدهم عنه لهذا تجد كثير من أشهر يأتي من أماكن الخير بل أحيانا من وسط المسجد بل أحيانا من وسط المسجد بل أحيانا أخرى من حلقة العلم يتعرف الولاد على أحد فايتربى بطربيته والخاطئة ويفسل بل أحيانا من وسط المسجد ويبدأ غير في أشياء داخلية حتى أول فاية لحن نعرف مبدأ في البداية ونحن شخصاً أحياناً أحيانا طبعاة أصدقى حتى يتعرف شخصاً أخير وإذا كان يحسن إلى مسجد وإذا كان يحسن إلى المعهد أخذ ربم ضعوا من وسط المجد في تتبعوا ما أمان يجلس وإذا علمت أنه يجالس من هو يسعين أعينهم على التخلص من هذا السؤال لذلك أجب أن يجب أن تجب أن يجب 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 حول الواسل لإعطا الإسلام إلى القلبه حظر حتى يجب أن يجب أن يكون من أفلام سيئة ومناظر سيئة بيان يبقى فيلم بان pemandangan-pemandangan yang جلي فتكون أنت جسرًا بينهو بين أعداء الإسلام ويبعد عنا وعنهم كل شر بياننا على تربيةهم إن شاء الله بقي معنا الآن الكلام عن الضرب وميزان في الشريعة وإن شاء الله نحتم به الدورة في الجرسة القادمة بإذن الله تعالى بيانا كاري pelajaran tentang bagaimana cara mendidik anak dengan pukulan بيانا كاري بروكة بيانا كاري جلسة بيانا تفضلوا على أن دوشي تفضلوا على أن دوشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ما لا أعطى أن لا يحدث جل العبارة من جلال العبارة ان المثال الزبيد عندما نسيبون كما نعرف نحن نحن نجد شهرًاً من العبارة من الأحوال مع شبورة كانت محبوب لأنه وقالت سيكون عندما يتعطي في المعهد الخاصة أخذت لكم سيكون محبوب لكم سيكون محبوب لكم سيكون محبوب لكم هذه المسؤولية الأصحاب المعهد هل أنت تفتحت معهد من أجل تربي أو من أجل تخرب كيف لا تنتبه لهم فيه لم تستطيع أن نرحب سعبه إذا كان يستطيع أن نرحب سعبه لأن نرحب سعبه مخدرات للمشاهدين يعرف أننا تصغير سعبه إذا كان الاشياء سعيد لأننا تستطيع أن تكون مخدرين في بعض أجل ترجمة المواحد الأجلاء سعبه وكتابها في المشاهدين والأجلاء المقاباة أيضا في نجزل فهذه سعب أصلى وفرقت ناريه لأنه سعيد أن نرحب سعبه لكنه يساعدت أطلاله بني كنت سببا يبطل الجوالي نعم وثاني أطلاله الذين يروني أطلاله الذين يدرسون في المأهد خلاص فأولا أطلاله الذين يجب أن يكون في المأهد سورة الجمهة ما سمعتك ايضا أطلاله في المأهد خلاص يتربى بي تربيه المأهد محل يكون الصوت يصلحوا ما سيب هذا الصوت هناك ليس من هذا هذا بحث الناس يدخلون إلى المأهد ويتربونها في تربيه المأهد يا شباب بارك الله فيكم المشكلة هناك ليس في المايك أنتم يضرون المايك والصوت عادوا هنا يقول لهم يصلحون الصوت هناك كيف يدخلون المايك؟ بسم الله صلحوا السماعة نفسها لا يوجد مشكلة أطلالك 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 المترجم للقناة 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 الله يجعلنا وإياكم إن شاء الله من أهل الفضل يبارك لنا ولكم في هذه العلوم يرسقنا وإياكم كمال التربية وكمال الصدد يعيننا على تربية أولادنا يرسقنا برهم ولا يضرنا ولا يضرهم ويبعد عنا وعنهم كل شر وكل ذية وكل بلية وفي جاء خير البرية على هذه النية وكل نية صالحة جامع عشان أخرى ذنين آخرة معلمه الله من يات الصالحة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة